وفي كلمتي خلال افتتاح قاعدة ثالث من يوليو البحرية أكد قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد حسن أن القاعدة تأتي ضمن استراتيجية التطوير الشامل للقوات المسلحة كما أنها تعتبر رسالة سلام وتنمية للمنطقة بالكامل وفي هذا الإطار أكد قائد القوات البحرية أن القوات المسلحة ستواصل الذودة والدفاع عن الوطن ضد قوى الإرهاب بأسلحة الفكر والتنوير مشيرا إلى أن خطة تطوير القوات البحرية تقوم على الدقة والجودة وحسن استخدام الموارد نحتفل اليوم بإضافة قلعة جديدة إلى قلعنا الصامدة وقدرة جديدة تضاف إلى قدراتنا المتنامية بفضل الله تعالى وذلك في إطار برنامج تحديث شامل للقوات البحرية أتى ضمن الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية للدولة المصرية التي وضعت من التنمية والتطوير هدفاً ومن العمل الشاق الدؤوب منهجاً ومن العلم والتخصص دليلاً هادفة إلى تحقيق غد أفضل لأبناء هذه الأمة وحاملة لكل جيرانها وأصدقائها رسالة سلام وأمن وتعاون واستقرار ويتواكب هذا الفكر الاستراتيجي مع قيامها بالزود والدفاع عن وطننا الغالي ضد قوى الإرهاب والتطرف بأسلحة الفكر والتنمية والتنوير ترجمة نانسي قنقر